يا لهوي ايه كل الموعين تكون لها يا حماتي لا وبسلامتك يا اختي جيت من عند امك عايزة تعدل على السرير وتريح عليها تعبانة بس انا ما كنتش نزل والمطبخ كده انا كنت نزل والمطبخ زي الفل مفيش فيه عشاية واحدة وانا ما لي اختي انا شعرفني بقى شوف المطبخ بقى وادخل يلا نظافيه قرام عليك يعني عيالك يجم هم وعيالهم وبوزوا البيت وتركيبوا المطبخ بالمنزر ده وتقولي لانتي اللي تدخلت نظافيه ده من بس يا رب تعتعلي صوتك عليا ولا ايه يا بنتي يعللت الادى بنتي لا بقى حرام عليك والله العظيم اللي بتعمليه معايدة حرام ايه ايه وصوتك علك الالفة ايه الحاني يا ابني الحاني اوه ايا قلبي مش قادر خد نفسي قاعدني يا ابنان اتعبري مش قادره امراضك مراضك عملت بهدن لي وتشتيمني اياني اياني يا قلبي مش قادره ايا ماما اتعبري اوضع الكورس دخلي دخلي انت اتهبلت في عالك ولا ايه انت بزعائل امي ولا ايه انا سمع صوتك عالي وانا تحت ايه شخده مامتك هي اللي كانت بتبهديني وبتشتيمني لسه بتقولي انت قللت الادى صوتك ما يعلاش هنا في البيت بانيه المنضخ الزبالة ده والله مهانة اما اللي عافيت يعني اللي جي وسخه والأمي اللي عادة الوحيدة وسخيته بالمنظر ده ما انا بقولك ههو اخوتك جم وعادوا مع مامتك وبقدر ما ينظفوا المنبخ قبل ما ينزلوا مسبوهولي بالمنظر ده طب يردوا ربنا يعني نرجع من عند ماما نظف البيت ومال امي يعني اللي تنظفوا لك يعني انا بس ان جاي البيت هين عشان هدو نظف وامسح واكنس اه جاي يا خدام انت جاي تخدم هنا في البيت وبس يا سيدي وشوتك ما عادش يعلة تانى على امي سمع ولا لا يا امي هيب اخر يوم لكي في البيت هين حاسبي الله ونعم الوكيل فيك يا حماتي حاسبي الله ونعم الوكيل فيك مات يلا يا ابني قولي مراتك تجيب الغد انا مخدتش الدواء وتعبان مات يلا يا ايه بقى تجيب الحاجة حاضر حاضر جاية هو اه ده شوف مراتك انا عارفة والله ما بتحبيني شوف محمر الفراخي ازاي بالسمنة البلدي عشان توقف لقلبي مع انها هي كانت وقفة مع الدكتور وقال لها ممنوع الدهون خالص انت يا زفتة اللي اسمك ايه قالت يا حماية الشربة اللي انت بتحبيها هو يا لهوي برضه قاملة الشربة حدقة يا بنت الضغطة عندي هيرتفع يا بنتي والدكتور قال لي بلاش حاجة حدقة خالص وانت ما بتفهميش ولا البعيدة يا غبية وانت ما السمع الدكتور هو بيقولها ما تحمري في الفراخ بتاعتك في اي حاجة وكلها مشلوقة والله يا حماية اللي قالت لي حمري الفراخ بتاعتي بالسمنة البلدي وانا قلت لها حاضر من عيني وعملت لها ازاي ما هي طلبة هو والشربة والله العظمة حتى فاها ملح كتير ولا حاجة طبي مش يمشي مشي غري منها والله ما انت عطلة معاني يا امرأتك ما بتحبينيش ولا طيقاني ولا عايزان اعود معاكم في البيت ابدا لا يا ماما ما توليش الكلام ده ده بتحبك وبتعملك كل حاجة انت عاوزاه انت يا ستهاني انت يا ستهاني ما لي لسه نايمال انت نعم يا حماية نعم نعم الله عليك يا اختي انت فالي اختك وليدك بطني بتتوجعني ومش قادرة وحس ان عايزة رجع مش قادرة تعبانة قوي اه ماما انت تعبانة قوي يا اخت ملا هيكنس السلم مطر حيالك والوسخة اللي هم هوسخوها دي مستني انا اكنسها لك ولا حاجة معلش يا حماية انا عملت امبرح السلم مش مشكلة هبقى اعمل بكرة استريح بس شوية ماما يا بيت الجر يا بيت من انا روح وكنس السلم بلاش مسكنة حاضر ازاك يا ماما اهلا اهلا ازاك يا حبيبي اما الفين اي ماما انا قلت لها ادخولي نامي يا حبيبتي ورتاح شوية وانا هنزلك نش دي كان السلم سلام يا ابني انت عارف انا بحب اساعدها بكل حاجة على فكرة اماما انا كنت واقف وراك ومستخبئ وانت مش شايفاني وسمعتك وانت بتعمليها وبتكلمها بطريقة زي الزفت مش فاهم بصراحة يعني انت بتعملي معها كده لايه او انا عملت لك اي اي عشان تعمليها وحش كده ولا هي عملت لك ايه ده كل حاجة بتقولك عليها حاضر وطي او انت كنت هنا